بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو اعزائي المشاهدين في كل مكان وصهر السمر مع ما صنع بصحر وايه قصة ما صنع بصحر هتعرفوها من ضد حلاياتنا النهاردة وننشد الدمشقي عبد الرحمن موفق موفق ابو شعر عضو رابطة ابو ايوب الانصاري او زي ما تقوله تسميها عضو الاخوة ابو شعر يا رابطة الاخوة ابو شعر حقيقة انه النهاردة هنستمتع بصوت الرحيم هنسمع يعني انشاد ديني وانشاد في مختلف المناحي وهنعرف المقامات النهاردة ما صنع بصحر هي اختصار كل حرف في الكلمتين دول بيختصر لنا مقام من المقامات سواء كان مقام الصبا او الصبا او النهواند او عجم او بيات الى اخيره كمان عايزين نستمتع بالتاريخ المصري والتاريخ الانشاد المصري معاه ونستمتع بامورك كده جدا في حلقاتنا النهاردة من ليالي السمر مع المنشد الدمشقي عبد الرحمن مرحبا يا مرحبا بكم موورنا مستمتعنا في الحلقة السابقة الحقيقة مع صوتك الجميل الرحيم الله يباريخ فيكم وانا اشكرك على الحوار ما شاء الله هو المتعة تبدأ من عندك ما شاء الله لك المحاولة السحر الله يباريخ فيكم ما صنع بسحر نعم قصة أولا بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه اللهم ان يتبرأ من حولي وقوتي وألوذ بحولك وقوتك هذا القوة المتين يا الله نعم صنع بسحر سمي بهذا الاسم لأن النغم يقال أنه صنع بوقت السحر نعم وأضاف بعض أجمل النغم اللي بيصنع وقت السحر نعم سبحان الله هو أجمل وقت على الإطلاق هو وقت السحر لذلك يقال أن النغم قد صنع بسحر وهو وقت العشاق وقت السحر إن كان عشاق الله سبحانه وتعالى وقت استجابة الدعاء نعم والقلو إلى الله أيوة وقت عشاق الذات الإلهية وقت العشق يعني السحر يعني هو أصفى وقت سبحان الله لذلك قالوا صنع بسحر أضاف بعض العلماء هذا الفن النغم أنه صنع بسحرك أضاف عليه الكاف الكاف هو فرع من من إحدى المقامات فرع من البيات ولكن لضخامة هذا المقام وصولاته وجولاته بالفن والطرب جعلوه مقاما مستقلا حتى وضعوه مع هذه الأحرف اللي هو نغم الكرد أصبحت صنعة بسحرك لكن المعروف هو صنع بسحر طيب تعالنا برضو كده يعني سرنا سلم مع المشاهدين اللي ما عرفش القصة كلها نعم صنع يعني عندنا هو صاد ونون وعين بسحر الباء والسين والحاء والراء نعم طيب اختصار إيه بقى صاد؟ الصبا 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 مقام الصبا مقام الصبا وناخد يعني نموذج منه من صوت حركة جميلة إن شاء الله مقام الصبا هو مقام لا تجده في المقامات الغربية إنما هو مقام شرقي بحت يعني شرقي صافي آه أصيل يدل على الروحانية والعاطفة ويدل لك في نفس الوقت على عاطفة وشفافية الرجل الشرقي أو يعني الإنسان الشرقي نعم إن كان رجل أو امرأة نعم هو مقام شرقي بحت لا تجده إلا في المقامات الشرقية نأخذ مثال ياريت نعم رنيحيه يا صبا وطرابي يا غصون وانشوديه يا ربان مرحبا برسول مرحبا برسول رنيحيه يا صبا وطرابي يا غصون وانشودي يا ربان مرحبا مرحبا برسول مرحبا برسول طيبة المصطفى حلا في كلمص أضحى منك إسراء إثمي دلل العيون إثمي دلل العيون يا حودات الحبيب إن ذكر الحبيب نفح مسك وطيب سر كاف ولون ربنا هبلنا منك مغفرة واسقينا شربة لذة لشاربين لذة لشاربين اللهم أمين نحن سمعنا الآن رنيح يا صبا هذا الرنيح يا صبا في مقام يسمى البستنيكار في المقام الصبا شو يعني بستنيكار أو ما يعني هذا الكلام البستنيكار أن تكون تنشر بمقام الصبا وفجأة تختم هذا المقام بالسيقة يعني مثلا وانشودي يا ربان هذا الصبا وانشودي يا ربان مرحبا برسول مرحبا برسول هنا أصبح المقام سيقة تحول إلى سيقة أيوة تحول إلى سيقة هذا التحويل يقال عنه البستنيكار نعم طيب النهواند اللي هو صنع احنا قلنا أول حاجة الصاد وبعد كده النهواند نعم النهواند ويسمى في فارس في بلاد فارس بمقام الأصفهان هذا المقام يجمع بين الحزن والفرح والشجن حتى إذا ما سمعته تشعر بأنك وله تشعر بأنك حزين شجن أيوة شجن نعم هذا العبارة الصحيحة وهو يسمى بهذا المقام نسبة لبلاد نهواند هذه البلاد التي فتحها المسلمون في معركة نهواند الشهيرة نعم هذا مقام نهواند ناخد مثالي طيب إن شاء الله قُلْ يَا لَاهِي قُلْ يَا لَاهِي قُلْ يَا لَاهِيْا عَمْ مَوْلَا لَا إِلَّا اللَّهِ قُلْ يَا لَاهِيْا عَمْ مَوْلَا لَا إِلَّا اللَّهِ قُلْ يَا لَاهِيْا عَمْ مَوْلَا لَا إِلَّا اللَّهِ خَلِيْلِي قُمْ لِنَتَعْجَّلْ فَهَذَا اللَّيْلُ قَدْ أَقْبَلْ خَلِيْلِي قُمْ لِنَتَعْجَّلْ فَهَذَا اللَّيْلُ قَدْ أَقْبَلْ فَهَيَّا هَيَّا نَتَبَتَّلْ إِلَى الرَّحْمَنِ مُنْشِيْنَا قل الله قول يا له عن مولاه لا إله إلا الله دموع الحب لو تدري فمنها حينما تجري لقمت الليل للفجر بدمع هاطل حينها قول يا له عن مولاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 أحسنت الله عبر كده إحنا يعني أحبائي برضو لسه عاديين قدام الشاشة إحنا بنتكلم في صهرتنا النهاردة على ما صنع بصحر وده اختصار لكل المقامات الموسيقية طبعا صنع صد مقام الصبع والنون مقام نهوان والعين مقام عجم هذا المقام الجاي إن شاء الله مقام العجم هو مقام عجمي يعني غربي يسمى في الغرب مقام الماجور فهو مقام يقال عنه مقام رفع الهمم محفز نعم محفز لرفع الهمم حماسة أي ويقال عنه مقام الملوك نعم مقام العجم يقال عنه مقام الملوك ونجده أيضا في أناشيد الأطفال لرفع هممهم ودفع النشاط فيهم فتجده غالبا في أناشيد الأطفال يعني هو حماسي أكتر نعم هو حماسي وفي الناحية الأخرى هو مقام الملوك يعني أي مقام عظيم نعم وأسلوبه يحتمل عدة أوجه هذا المقام العجم نعم نأخذ ياريت ولا تعبينك وراء وبعده لكن طبعا بنتعلم كده الله يكمكم يا رب نشرف فيكم ماشي بنور الله أدعو أولي يا رب يا رب ماشي بنور الله أدعو أولي يا رب يا رب أستغفرك وأتوب عن كل عصياني يا رب يا ما رحمت قلوب يا رب ترعاني يا رب في رحمتك آية ومحبة وهدايا في رحمتك آية ومحبة وهدايا وفي كل شيء آية تقول تعال الله ماشي 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 بنور الله ماشي بنور الله ماشي بنور الله ماشي منك يا رب الهدى والأدعي مني يا رب ما لي عنك غير وانت بغن عني يا رب نورك لروح دليل في الحب لي سبيل نورك لروح دليل في الحب لي سبيل والعمر شمس تميل للي أصد مولاه ماشي 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 بنور الله ماشي بنور الله رحمه الله رحمه الله شيخ النقش بني رحمه الله نعم من أجمل ما أقال نعم رحمه الله دي عجم نعم دا عجم نعم وفي عندنا مثل أنشيد الأطفال أنا أذكر عندما كنت في المدرسة كنت صغير يعني أنشد هذه الكلمات بنفس هذا المقام من أحد أنشيد الأطفال مثال اتفاعد يا ربنا رحمة 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 يا رب العباد يا ربنا رحمة 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 رحمك يا رب العباد يا ربنا رحمة 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 يا رب العباد يا ربنا رحمة رحمة يا علي أدخل نجنتك مع نبيك الغالي يا ربنا رحمة رحمة يا علي أدخل نجنتك مع نبيك الغالي يا ربنا رحمة 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 يا رب العباد يا ربنا رحمة 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 يا رب العباد الله 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 طيب يعني النهاردة احنا طبعا بنشرح المقامات اللي عزقنا مشاهدين نعم لكن كمان برضو وطبعا نحسا عندنا بعد آخر المقامات يعني إن شاء الله ها عندنا هما سبع مقامات مفروض قلتني مش كده نعم نعم صحيح مفروض ان انا بتعلمهم عشان اكون منشط جيد ولا بتعلمهم ازاي يعني بحفظهم ازاي ألا أولا يعني يجب على المنشد أن يحفظ هذه المقامات هل بالخبرة ولا بطريقة معينة بالخبرة والممارسة الممارسة يعني طبعا هذا العلم يؤخذ من أفواه المشايخ أو أفواه الأسادذة يعني هذا العلم لا يؤخذ من الكتاب لأن الكتاب لا يمكن أن يذكر لك المقام وكيفية التعامل مع المقام عشان كده هددي أمثلة عمليا نعم لذلك دائما نسمع مقامات لكن أهو مرة نعرف الفرو نعم نحن نفس الأمثلة اللي نضربها اليوم يعني نقولها نفسها تعلمنا على ما شايخنا فيها أو أساتذتنا في المقامات نعم المقام عندما تأتي إلى الأستاذ كي تدرس المقام طبعا أستاذ الإنشاد يعني عندنا في سوريا استطاعوا أن يستخدموا النغم والمقامات من دون أن يدخلوا إلى أمور الموسيقى من غير آلات من غير آلات نعم ودي لعب قرية نعم هي لعب قرية وهو بيقول لك هو أصعب فن هو فن القراءة قراءة القرآن هذا أصعب فن يأتي بعده فن الإنشاد الديني يعني أنت تعتبر أن الترتيل والتقويد هو فن طبعا هو من أصعب الفنون مش فن عادي طبعا يعني لما تجيب أنت قارئ وتقول له تفضل أنشاد حين أنشاد بسهولة ويبتهد بسهولة أما تجيب منشاد تقول له اقرأ ممكن المنشدين يستطيعوا القراءة وأظن هذا الأمر يعني بحياتي وإنت لا يستطيع قراءة القرآن والله أنا أجود أما الترتيل والقراءة لها أهلها يعني سبحان الله ولا أدخل إلى هذا المقام لأنه ما شاء الله فيه أناس كبار يعني وأصعب أمر تدخل أنت بمكان تعرف نفسك يعني أنه أنت متقن بالإنشاد لكن القرآن له أهله يعني حتى لا تضع بالتصنيف نعم نعم يقال فلان أفضل مفلان أنت مختص بالإنشاد لكن هناك أناس يعني اختصاصين بالقرآن يمكنهم الإنشاد نعم هذا القراءة من أصعب الفنون الصوتية يجي بعدها الإنشاد بعدها الإنشاد بعد الإنشاد يأتي أطلاء الغناء لماذا قد تسأل لماذا يعني فعلا حاجة لافتها للنظر نعم إن الإنشاد أو الابتهاء اللي يكون أكثر صعوبة من الغناء نعم طب أنا عندما أجلس على كرسي من غير مسند ومن غير إيدين اللي هي الأدوات الموسيقية نعم يعني هعود إزاي يعني أديش بدي أعود الموسيقي أو المطرب متعود أنه يستند على الآلة أنه فيه آلة تمسك الطون أو تمسك المقام معه وفيه وراء مثلا آلة تانية أما المنشد يسير على المقامات ولا يحتاج أي موسيقى أو شيء أو أي شيء لذلك يصنف بهذا التصنيف يعني خلينا نسهلها شوية عن المشاهدين نعم الآلة بتعملي إيه في المقامات؟ يعني بتوضحها لي إزاي أو بتساعدني فيها إزاي؟ الآلة هي السكة يعني إزاي القطر أو القطار نعم هي القطبان اللي أنا ماشي عليه أيوة الموسيقى هي القطبان اللي بيمشي عليها المطرب نعم من غيرها بيضيع سعاد بن بن برضو عشان نتعلم سعاد بنشوف في مسابقات أو في برامج الأغاني الحية نعم أو الاختيارات إنه يقولك المطرب خرج عن المقام خرج إزاي بقى؟ إمتى أقوله إنه خرج؟ نعم خرج عن المقام في عنا احتمالين إما يكون خرج بخبرة وحيرجع إما يكون خرج من غير عودة من غير عودة لما يخرج ويرجع حنقول عليه إنه فنان ومخضرم أيضا نعم عندما يذهب ولا يرجع هذا الأمر صعب إزاي يعني مثلك يعني مثال نحن نضرب مثال يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا سندا نحن هنا بلشنا بالنهوان عملنا رشدا عملنا رشدا أخدنا من الرشدا أخدنا البيات الجواب رجعنا نزلنا عملنا نزول ورجعنا النهوان دي اللي طلعنا منه هذا الخروج مع الرجوع نعم ودي الحياة فيه طبعا هاي الممارسة الممارسة يقول الممارس غلب الفارس هذا الممارس لما يمارس الإنشاد الإبتهاء الغناء أي نوع من أنواع الفن تجده أقوى من إن كان يؤدي مع موسيقى طبعا لا نستهين بقدرات من يؤدون مع الموسيقى هناك ناس مخبرمة وفطاح اللي يؤدون مع الموسيقى لكن أنت الآن بقصة كلها بصوتك يعني هنا من غير أدوات موسيقية أنت اللي وضحها كل شيء بصوتك كل تفاصيل بصوتك هو في شيء بالإنشاد هو الطون يعني هي العلامة الصح الطون نعم الطون هو العلامة الصح إيه هو الطون بك الطون يعني اللي هو مثلا لكل مقام علامة ممكن يدخل منها أو مقام مثلا في نقول هذا اسمه رصد الدو هذا الطون الطون دو مثلا يعني غير من السلم الموسيقى أيه المسلم الموسيقي هذا الطون أنك أنت تمشي سعودا وهبوطا أبدا تبدأ بهاي العلامة وعمل ما شئ تقلب بالمقامات تمام بس ارجع إلى هي العلامة هون يعني بهي الرجوع الفنانين بيحطوا لك علامة انه انت كويس يعني ما شاء الله طيب احنا قبل ما نكمل المقامات هنرجع لها تاني بس انا برضو عايز نسمع حاجات من التراث المصري نفكر الناس بالتراث المصري الجميل القديم وانت حياة في الحلقة اللي فاتت يعني رصدتنا اكتر من اسم تحبت سمعنا نين نعرف مراحتك هقول شي من التراث المصري بس هذكر الاسم بعدين تمام يعني حسمع وبعد من حنعمل شبه مناظرة صفحة ان شاء الله سلو قلبي غدات سلا و تاب سلو قلبي غدات سلا و تابا لعل على الجمال له عتابا و يسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صوابا وكنت إذا سألت القلب يوما ومن تولى الدم عن عين الجوابا وكان بيانه للهدي سبلة وكان بيانه للهدي سبلة صلى الله عليه وسلم وكانت خيله للحق بابا وكان بيانه للهدي سبلة وكانت خيله للحق بابا وعلمانا بناء المجد حتى أخذنا هذه الدنيا اغتصابا وعلمانا بناء المجد حتى أخذنا امرت الأرض اغتصابا وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابا ولكن تأخذ الدنيا غلابا ولكن تأخذ الدنيا غلابا رحم الله من قال هذا شيء من الطلب هذا شيء من الطلب أنا أجد فيه الطلب الهادف وأترك لك التعليق في هذا الأمر يمكن يكون تعليم بعد الفاصل إن شاء الله فاصل أعزائي المشاهدين أتفضل وما زلنا مع المنشد الدمشقي عبد الرحمن والحقيقة إنه سألتني على التعليق قبل الفاصل لأ التعليق أنا في منتهى روعة وكمان فكرتنا بشعر أمير الشعراء طبعا أحمد شوقي الحقيقة وده بفكرنا ونتعلم البردة عندنا أكتر من بردة صحيح في بردة الكعب بن زهير نعم رضي الله عنه رضي الله عنه ولي قصة ياريت تحكيها للناس وعندنا بردة البرقة أو اللي هي بردة البصيري نعم ثم ننتقل بقى البردة اللي هي أكثر شهرة يمكن من نسبة لنحن اللي هي بردة نهج البردة نهج البردة لحمد شوي نعم صحيح بردة الكعب بن زهير إيه القصة؟ كعب بن زهير قبل أن يكون صحابي كان من الكفار الذين آذوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم كعب معلقا بأستار الكعبة فاقتلوا نعم فبعدها لهذه الدرجة نعم لشد درجة الإذاء الذي آذى به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فذهب سيدنا كعب وقد وضع اللي ثامن على وجهه ودخل إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ووقف وألقى القصيدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بن زهير البردة الأخرى بردة الإمام البصيري ويقال أنها برأة البرأة البرأة لماذا سميت بالبرأة؟ لأنه يقال أن البصيري أصيب بالعمة فقد بصره فهو يكتب هذه البردة أكرمه الله بالشفاء من هذا الابتلاء نعم فسميت البرأة البرأة من الابتلاء نعم وبعدها نهج البردة البرأة يعني مانا الشفاء نعم البرأة يعني شفاء شفاء من ما ابتلاه الله به نعم هذا الشفاء ببركة مدحول الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نعم وبعدها أتى نهج البردة الأمير الشفاء وهو ما اشتهر في مصر وقال نهج البردة يعني هيمشي على نهج البردة نعم أيهما بقى اللي هي كعب بن زهير كعب بن زهير لا كل واحد أخذ سياق في حديثه أو في لكن يعني ليس ما نهج البردة كله يبدأ في شكوى الغرام كله يبدأ في شكوى الغرام بعدها يتحدث عن محبة الناب صلى الله عليه وسلم وعن معجزات الناب صلى الله عليه وسلم انظر البردة الأولى البردة الشريفة بانت سعاد فقلبي اليوم متبوله تمام البصيري أمن تذكري جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي نعم نهج البردة ريم على القاع بين البان والعلن أحل سفك دمي بالأشهر الحرومي انظر المداخل الثلاثة تدخل في الغزل تشعر أنها هكذا صحيح بعدها يقلب الشاعر بك أن هذا الغزل بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم نعم نأخذ إن شاء الله شيء من بردة البصيري حضير الله أمن تذكري جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أمن تذكري جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضامي أمن تذكري جيران بذي سلمي أمن تذكري جيران بذي سلمي دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعالم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر البان والعالمين فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد وأثبت الوجد خطي عبرتي وضنا مثل البهار على خدايك والعاناني نعم سرى طيف من أهوى فأرقني نعم 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 سرى طيف من أهوى فأرقني كاربتي أم نعم من أهوى قد أغني عددك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحاسمي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي كانت نهج البرأة نعم هذه البرأة البرأة يعني البرأة نعم نهج البرأة لبصيري نعم لكن كمان عندنا بقى نهج البرأة لأمير الشعراء أمير الشعراء أحمد شوقي نعم رحمه الله ناخد برضو قطع منها كده نعم رم على القاع بين البان والعالم أحل سفك دمي بلا أشهر الحروم لما حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحتها وكتمت الجرح في كابدي جرح الأحبة عندي غير ذي آلامي يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبداً أسهر تمضناك في حفظ الهوى فنمي يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبداً أسهر تمضناك في حفظ الهوى فنمي ألقي رجائي إذا عز المجير على مفرج الكرب في الدارين والغمامي لزمت باب أمير الأنبياء ومان يمسك بمفتاح باب الله يغتنم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجامي حتى بلغت سمان لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبين عند رتبته ويا محمد هذا العرش فالتزيمي نهج البرد الأمير الشعراء طبعاً أحمد شوقي ده بيخليني أسعر حضرتك الإنشاد الديني كان ليه كمان مفردات خاصة به يعني لوقتي نحسن نحن أخذنا من بوردة يعني حاجة تقيلة يعني أصدأ أقول إنه شعر يعني قوي نعم نعم شعر منظم قوي هل كان فيه إنشاد ديني باللغة العامية؟ الآن نعم نعم الآن موجود من حديث نعم أما من قديم كانوا لا يتكرمون إلى الفصحة إلى الفصحة الفصحة ثقيلة يعني نعم ده اللي نقصده ثقيلة نعم الآن من هذا الزمن نحن نعاصره أصبح يوجد هل ده مجارة برضو للزمن يعني زي ما حصل فيه غناء طبعا بكلمات بسيطة نعم ودارجة أيضا ده حصل في الإنشاد طبعا طبعا هذا اللون اللي تحدثنا عنه هو السهل الممتنع الكلام العامي البسيط الذي يفهم فورا لأن الثقافات اختلفت يعني الجيل اليوم لا يدرك المعاني الذي نقولها هي يعني سلاح زحدين نعم أنه هو لا يدرك هذه المعاني نعم لكن هي فرصة أنه كمان لما بيرددها ويسمحها من خلال أصواتكم الجميلة الله يخليك فبيحفظها وممكن يفهمها كمان صحيح مع الوقت يعني صحيح وبتبقى فرصة أنه يتعلمها لكن كمان أنت مطالب أن أنت تستجلب أو تاخد جمهور تاني في صفك طبعا طبعا هو المقياس الصحيح أنه يجب أن ترفع الثقافة ثقافة هذا الجيل إلى هذا المستوى يعني نرفحهم للمستوى طيب وإذا كان مدر التفع نتركهم خلاص ماشيين في طريق الخطأ لا مفروض نحن ننزل لعندهم وخصوصا أنه كمان من جمهورك ممكن يكون ناس غير متعلمين أصلا نعم يعني لا يعني ما دروا شئروا هذه القصائد حتى من أن سامحني بها لك أن الفقير في من جمهوري ناس غير مسلمين أساسا يجب أن أخاطبهم نعم يجب أن أخاطب كل المستويات وساعتها بتخطبهم بعنهي أفكار بأي أفكار بأفكارهم بأفكارهم بمعنى اللي هي الكلام المقرد يعني نعم نعم عندما أكون في حفل مثلا فيه عدد من الأقباط أو إخوان الشباب الذي يحضرون حفلاتي أنشد لهم أشياء تتعلق بهم في اللغة العامية عندي قصيرة تقول مريم فلا مسها بعلا ولا حملة وتتفق مع شرعتنا طبعا لا مولها يا أسف هذا الخبر حملة ناداها من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو جاه المخاض وضعت طفلا وليف وسلوه يعني سألوه قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلوه عيسى نطق بالمهد عذرة وأنا حملة أي نعم كمان فيه حاجة بالعمية المصرين أكيد نعم ناخد جزء مع العمية المصرين إن شاء الله إن شاء الله حب الرسول دوبني دوب نعم أحفظه الله جاني في منامي يابا لبسني توب عن المعاصي يابا توبني توب توابني توب توابني توب توابني توب توابني توب توابني توب يا شمسي يا منور غيمي كيف يا نور طه حبيبي يا شمسي يا منور غيمي كيف يا نور طه حبيبي يا عيني صال علي وزيدي الله 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 وتملي من نور طيبي الله 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 يا عيني صال علي وزيدي الله 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 وتملي من نور طيبي الله 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 طه حبيبي حب نصيبي يا طه حبيبي حب نصيبي جاني فما نامي يا ابا لبسني توب عن المعاصي يا ابا يا ابا توابني توب توابني توب توابني توب طبعاً ده الفنان محمد الكحلاوي محمد الكحلاوي والد الشيخ أحمد نعم رحمه الله نعم كمان ايه تاني معنا مصري تاني يا عمي نروح للشيوخ تاني نروح للشيوخ ياه شيوخنا المحمودين السابقين نعم نحن سوف نذكر الآن مقام السيجة بما أنه سوف نذهب برضو احنا كنا الحقيقة كلمنا في أكتر من مقام نعم سوف نذكر الآن السيجة مقام السيجة أيضاً هو مقام العشاق نعم وفيه عندنا مثال عليه موشح أظن أنه مشهور في مصر مولايا كتبت رحمة الناس عليك لمشايخ مصر القدماء رحمه الله نذكره إن شاء الله من مقام السيجة تعالك تفكر مولايا كتبت رحمة الناس مولايا كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم مولايا كتبت رحمة الناس عليك 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 مالي يعملوا يصلح للعرض عليك بل صار عدم فارحم ذوني صلي ووقفتي بين يدي انزل قدم كده احنا كده خلصنا كم مقام من المقامات السبعة خلصنا كده اربعة تقريبا نعم مقام السبعة نعم ونهواند وعجم وسيكة وسيكة نعم لسا عندنا ثلاث مقامات نعم نعم يعني دولنا خليهم لسا في الحلقة لسا فيها كلام نمكن نتكلم به نساء الله لكن كلمنا كمان احنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على المناحي الجديدة اللي بيفتحها الانشاد لنفسه نعم احنا قلنا بنتكلم في كل الامور تقريبا في الارشاد وفي التعليم الاخلاقيات والسلقيات الجميلة والطيبة في تصحيح مفاهيم خاطئة صح كده نعم صح نعم طبعا بالاضافة للمفاهيم المعروفة اللي هي طبعا او يعني اصل الارشاد او الانشاد وهو المتح الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه الصلاة والسلام نعم والصحابة نعم وإلى غير أصدق الانشاد نرجع إلى قاعدة هو باب من باب الدعوة إلى الله كما قال فضيات الشيخ نذير مكتبي أحد علماء سوريا يقول في ملخص في بيتين جميلين من الشعب يقول يحلو النشيد وتعذب النغمات ما دام فيها للقلوب عظات قد يبلغ المعنى الجميل نضوجه في العقل حين تحفه النغمات الله فنعم الانشاد عندما يغدو مطية للإرشاد الدعوة إلى الله ونعم الأنغام حينما تبدو معبرة للأفهام الانشاد يعني أنا أرى هذه شروط مناسبة فيه أن يكون هو مطية للإرشاد يعني يكون الكلام كله يوجد فيه سهام توجه إلى عدة مشاكل في هذا المشنوع أو تسليط الضوء إلى مشاهد إسلامية أو مناهج إسلامية فيه نعم بالحيان أنا عايز أخذك لحتة يمكن هفاجأك بيها أخذك لحتة فيه عندنا في الموالد في مصر يكون الإنشاد الديني برضه هل عملك حضرت مولد في مصر؟ نعم يعني بعد ما ناخد الفصل عايز نرجع واتكلمنا إذا كنت حضرت مولد وشايف الإنشاد اللي بتقال فيه يبقى شكله إزاي نعم هل هو إنشاد ينقصه حاجة أو هو إضافة الحاجة نعم يعني أو هو حالة خاصة في الإنشاد الديني إن شاء الله تمام؟ بعد الفصل لعجي المشاهدين خطأ ولما بنتكلم عن الإنشاد أعزائي المشاهدين بنتكلم كمان عن التجارب الشعبية في البلدان المختلفة يعني كنت بسأل ضيفي الكريم على الموالد كبيئة شعبية مصر وبيحصل فيها نوع من الإنشاد الديني ويحصل فيها نوع من التمايل حتى والناس بتعيش في مود روحاني أو بسرعة أو بأخرى وفيه برضو كمان بيبقى فيه سرد للقصص أو السير زي سيرة أبو سيد الهلالي ده ممكن تريد في الموالد أو غيرها من السير أو الملاحم أو الملاحم يعني ملحمة كذا ملحمة كذا دي برضو بتدي نوع من أنواع يعني في بعض البيئات الشعبية بتدي نوع من نوع الفخر مثلا أو مشابه يعني هل ده نعتبره نوع من نوع الإنشاد ولا بياخد شكل التراث أكتر منه إنشاد الحاجة التانية هل لو مسكن كده تتبعنا البيئات الشعبية في البلدان العربية المختلفة يعني نعم سبحان الله هو يعني سبحان من زين الأكوان بالألوان لكل دولتين جوها يعني إلى جو بالإنشاد وبتراثها يعني هو التراث متعدد للشعوب متشعب يعني عندنا التراث في هذه الأمور الملاحم وهذه الأمور لا يمكن أن ننسبها للإنشاد هذه تكون تراث من تراثات البلد يعني مثلا الزيني بركات في الملاحم برضو أيوة هذا نعم مش ممكن ننسبها للإنشاد نحن الإنشاد دائما نقرنه بالدعوة يعني أو بالكلام لكن مثلا يعني أبو زيد الهلالي بتتحكي على الربابة على الربابة نعم وقصة بتتحكي نعم هي نعم قصة فيها الحكمة وفيها المتعة بنفس الوقت لكن يعني أنا برأيي الشخصي لا أنسبها للإنشاد أو لا أقول عنها مولد يعني يعني هو يعني مفهوم كلمة مولد أن تشرح للناس قصة مولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المولد أما الأمور الأخرى أقول عنها تراث أقول عنها الترويح عن النفس يعني يعني هلأ في عنا حتى الموسيقى نجد أن شعبي يقول الموسيقى الروحية الناس يقولون الموسيقى الروحية والآن تدرس في جامعة السوربون في فرنسا الموسيقى الروحية يعني موسيقى الروحية يعني هي مقامات أو موسيقى التي تسمعها أنت لكن هم تحفظ للروح يعني أيوة يعني يقول أنها تحفظ للروح الآن في علاق بالموسيقى طبعا أو أنت تستمتع تستمتع عندما تسمع تشعر أنه أنه في روحانيات في الموسيقى في كذا في ناس عكسها الفكرة ترفض الموسيقى يقول لك أعوذ بالله هذا الأمر لا في روح ولا في أي شيء فسبح الله الأمور كلها ملونة أما الجو اللي اسمه سبحان الله المصري يعجبني الجو الحفلات التي يقيموها أهل الصعيد في عندهم شيء من هذا التراث الذي تتفضل به يتميلون فيه وكذا نعم وطبعا حضرت الموالد في مصر يقامه الصوفي ده لا نقصده الزكر الزكر هلأ هو ينسب إلى الأمر الصوفي أو يقال له صوفي لكن أنا أجده تراثي لا يتعلق في الدين بصراحة يعني كي لا نجلب إلى الدين الأمور ما كان طبعا لا نربطه بالدين ولكن نتكلم في قضية أنه بيتمايل مع ذكر لله نعم هاي مثلا نعم صحيح صحيح نعم حضرت الموالد في مصر لبعض المنشدين أسلوب يعني أنا قلت مصر هي عاصمة الفن والإنشاد بكل صور وأشكال أي ما شاء الله ما شاء الله يعني متقنين متقنين بكل شيء بكل شيء نعم بالإضافة لهذا يعني نضع المصر وأيضا زرت ليبيا زرت في ليبيا الشيخ بهلول الشيخ بهلول الشيخ بهلول نعم مين الشيخ بهلول ما شاء الله هذا من أحد شيوخ الإنشاد في ليبيا أيضا وهو موسيقي كبير ومنشد كبير في ليبيا ما شاء الله ومرجع يعني مرجع كبير وجلست معهم وسمعت إلى التراث الليبي وإلى الأنغام الليبية وإلى عندهم شيء إيه اللي يميزها سبحان الله اللي يميزها أولاً اللهجة الكلام يعني الثاني شيء المقامات تختلف يعني المقام هو أقرب إلى المغرب العربي كنت رسعوا لحد ذلك نعم أقرب إلى المغرب إن شاء الله الآن نأتي بمثال هيك بسيط إن شاء الله شيء سمعته من التراث الليبي سبحان الله هذه الألوان عندما أنت يعني تزود ثقافتك بهذه الألوان يرتفع يعني مستوى أول مستوى عملك ثانياً إحساسك تجمع من كل باقة زهرة معينة تعجبك من هذا البلد القصير الفلانية من هذا البلد القصير فتأتي إلى الناس بها يعني تقوم بحركة جيدة وجديدة أيضاً يعني ملفتة للنظر وتكون فيها يعني أشياء جديدة وأحسيس جديدة أيضاً يعني أنا مثل مثلاً أنت جالس عندي أنا كل شوي دوءك طعم جديدة دوءك طعم جديدة دوء مثلاً هالطعم من مصر هذا الطعم من الشام هذا الطعم من ماليزيا هذا الطعم من ليبيا أولاً أنا شايف أنه ثقافة ومتعة في وقت واحد الله يخديني لك يا رب الله يباري فيك هو فعلاً فعلاً الإنشاد يعني إذا أعطيته كلك يعطيك يعني وطالما أنت تطلب العلم في الإنشاد تجد نفسك تتعلم وأشياء جديدة نعم ونحن مأمورين نتعلم ثقافة الغير طبعاً نعم يعني أنا عندما أدخل إلى ليبيا عندما أنشدت لهم ليبي استغربوا قالوا أنت تنشد ليبي من أين أتيت بهذا الأبيات والسرور يعني حصلت رأيت السرور على وجهم سبحان الله أنه أنت أن يتفاخرون بهذا الأمر أنه أنت تأتي مثلا إلى مصر تنشد مصري ما شاء الله تأتي إلى ليبيا تنشد ليبي ما شاء الله يعني أنت أولاً إدخال السرور على قلب الحاضرين ثانياً أنت هذا الأمر اعترار من ترسم نعم اعترار هذا الأمر يولد عندك أنت ثقة بالنفس أنه أنا قدمت شيء من هذا التراث وعملت حضور وحضرت بالأمر ما كان جلوسي فارغ ما عندي شيء يقدمي هذا التراث سمعنا حاجة للتراث اللي بي لو كان يحضر إن شاء الله في قصية تقول بالله يا كل من دار بي يعني بالله يا كل من در بي يعني حسرية أو علمية أو شعر بي نعم عشان هذه الكلمة يعني الناس تعرفها بالله يا كل من دار بي بالله يا كل من دار بي بالله يا كل من دار بي زدوا الصلاة على خير البري والركب شارك خش البلادي قصد محمد شفيع العبادي يخطر علي وانا في رقادي يخطر علي وانا في رقادي يخطر علي وانا في رقادي نفط واني القادي معتي سخي بالله يا كل من دار بي بالله يا كل من دار بي بالله يا كل من دار بي زدوا الصلاة على خير البري والركب شارك جد المسير دفوف تضرب وخيل تسير والركب شارك جد المسير دفوف تضرب وخيل تسير يا سعدهم وصلوا للبشير يا سعدهم وصلوا للبشير سيد محمد هو نرعنا يا بالله يا كل من دار بي بالله يا كل من دار بي بالله يا كل من دار بي زدوا الصلاة على خير البري يا كل من دار بي صلى الله عليه وسلم يعني احنا مستمتعين جدا وكده اخذنا الجانب الليبي كمان نعم ايه كمان في سفرياتك احتكت بثقافات من الانشاد المختلفة يعني كده اتكلمنا عن الثقافة الليبية في الانشاد ايه كمان احتكت بالثقافة التونسية والمغربية واحتكت بفنانين يعني نعم وسبحان الله انا ذكرت في الحلقة فيه حاجة فيه نوع من الموسيقى طالع في المغرب العربي او مش طالع يعني موجود في التراسة نعم موسيقى الراي اللي هي قدرة على تنغيم الكلام بصورة معينة ايوا هل احتك بصورة او باخرى بالانشاد ولا ملوشة علاقة لا لا انت بتقول هو يعني احدث حديثا يعني موسيقى الراي شيء جديد يعني ولا يتعلق في الانشاد سبحان الله الانشاد فن يعني فن مستقيم قائم بذاته نعم انت تنظر اليه هو فن فن الاكابر يعني انا انظر اليه يعني اصبح انا انا فاهم طبعا وفن روحاني وفن ديني اللي جازت في بعض الاحيين كثيرة حينما تصف الرسول او تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقنا حتى كمان انه في تعاليم دينية واحلاقية وسلوكية صحي لكن كمان في الراي اصبح انه كلام منغم وكلام ممكن يقول به افكار او ثقافات جديدة مقدرش هو يمكن حتى يغنيها مش بالدراء يكون صوته حلو اللي بينغم هذه الكلمات المهم يكون عنده ثقافة يعني عالية او عارف يجمع كلام بطريقة معينة هي طريقة الراي والله هاد الراي ما عنديش فيها ما عندي خبرة فيها هي مرحوظة بس تحبيتها نعم صحيح هي فن يعني سبحان الله فن فن يعني لي وحده سبحان من هو لكن طبعا الانشاد محتاج صوت جميل محتاج ثقافة محتاج حفظ محتاج دراية يعني نعم صحيح محتاج يعني مختصر لكون عنده ملكة صحيح الملكة يعني يجمع بين كل شيء نعم كنا نتكلم عن المغرب عن المغرب العربية اذكر مرة سمعت قصيدة مغربية احببتها جدا تبدأ القصيدة تقول هاضع لي وحش رسول ذاتي الفراق فناها نار بين الثلج واللظة قلبي يا مكواه والسلكة ما بين الناس عالم بها مولاس يعني النية ما بين الناس عالم بها مولاه والروح في طيبة في طيبة عقلي حارتاه هذه القصيدة سمعتها 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 قصيدة جميلة لكن لا افهم الكلام في بداية تعلق في الفن المغربي سبحان الله لان ما فتت وانا ابحث عن هذه الكلمات حتى حفظتها وتعلمتها وتعلمت كيف كيف تقال هذه واحدة من القصائد وفي قصائد مشهورة في المغرب انا ما لي فيهاش واش علي مني اقلق من رزقي علاش والخالق يرزقني الله نعم وفي قصيدة يقول الله يا مولانا الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا انساء الله 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 الله يا مولانا الله الله يا مولانا لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق لا تقل يا ابني كلمة إلا إن كنت صادق خذ كلامي في قرطاص واكتبوا حرزا عني الله يا مولانا الله يا مولانا الله يا مولانا الله الله يا مولانا يا إلهي رجوتك جد علينا بتوبا يا إلهي رجوتك جد علينا بتوبا بالنبي قد سألتك والكرام الأحبة الله يا مولانا الله الله يا مولانا اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه سلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه سلام أنا من خلق الله أفوق بصاط الله والخلق عيال الله وأنا من خلق الله والأرزاق على الله ناكل من رزق الله من تحير من أش ونصيبي الحق بالله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام أنا عبد رب الله قدرة يهون بها كل أمر عسير أنا عبد رب الله قدرة يهون بها كل شيء عبد رب الله قدرة اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صلى الله عليه وآله 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 وصح البيات البيات هو نغم أو مقام البيات هو ما أدراك ما البيات البيات هو أصلا عربي النغم أصيل وأصلي يقال عنه وصمي بالبيات نسبة لآل البياتي الموجودين في العراق لماذا نسب هذا النغم لهم نعم أيوة نسب هذا النغم لهم لأنهم أفضل من أدى هذا المقام لذلك هذا المقام ينسب إلى البياتي يقال عنه بياتي وهو من العراق يعني يقال نعم وآل البياتي لم يزالوا إلى الآن يفتخرون بأن هذا النغم ينسب لهم هو نغم أصيل وحجاز برضو أنا عرفت أن الحجاز لوما كانوا في انتقالهم في غوناهم نعم إلى الحجاز مش كما؟ نعم هو الحجاز ينسب إلى أهل أهل الحجاز أهل الحجاز النفسها؟ أيوة يعني ينسب لهم أو التسمية تنسب إلى أهل الحجاز الحجاز سبحانه من الأنغام الصعب أن تتحدث عنه لأن الكلام والعبارات لا تسعفك بوصف الحجاز إنما سماه العارفون هو نغم العروج إلى الله لذلك تجد الأذان حجاز نعم معظم القراء يقرأوا بالحجاز الدعاء بالحجاز تشعر أن الحجاز هو مقام يعني يعرج بروحك إلى أعلى السماء إن شاء الله إلى الحبيب والذات القراءية أما الرصد بقى فهو مشهول عندنا احنا بقى نعم الرصد هو مقام عربي بحث يعني الرصد هو مقام الاستقامة ونقول عنها أي يعني الوزن والأشياء الثقيرة ما تيجي نسمى حاجة بقى نختم بها حلقتنا نعم اللي يعجبك بقى من أي مقامية نقول شيء من البيات نعم إن شاء الله اجمعوا اجمعوا بالقرب آه بالقرب سملي اجمعوا اجمعوا بالقرب آه بالقرب سملي واسمحوا لي بالتلاق يا ليل ليلي 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 يا ليل بالتلاق يا للي واصلوا واصلوا بالود آه بالود حبلي واصلوا واصلوا بالود آه بالود حبلي فالنوام المذاق يا ليل الليل ليلي 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 يا ليل المذاق يا لالي نالنا لأهل العشق العشق قابلي يا ليل نالنا لأهل العشق العشق قابلي يا ليل بالنوام المذاق لا يطاق يا ليل الليل ليلي 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 يا ليل لا يطاق يا لالي هل يرى هل يرى في الناس آه في الناس مثلي هل يرى هل يرى في الناس آه في الناس مثلي من تباريح الفراق يا لالي جل من قد صورك بدر من ماء وطين جل من قد صورك آه بدر من ماء وطين واجعل في منظراك بهجة للناظرين واجعل في منظراك بهجة للناظرين رق وارحم مغرماك ذاب من حر الأمين رق وارحم مغرما ذاب من حر الأمين أسأل الله يحرساك من عيون الحاسدين أسأل الله يحرساك من عيون الحاسدين يا حبيبي والنبي اقتصر هذا الدلال يا حبيبي والنبي امل قلبي بالجمال يكفي ما قد حالذي من تصاري في الجلال مولاي يا مولاي يا مولاي يعني لازم نختم بالتصفيق لحضرتك في حقيقة استمتعنا معاك في أكتر من حلقة اتكلمنا فيهم عن الإنشاد الديني وعن المناحي اللي بياخدها الإنشاد الديني أو يعني الأفكار والموضوعات اللي ممكن نتناولها الإنشاد الديني بصفة عامة وكمان اتكلمنا عن البلدان المختلفة وطرق الإنشاد الديني فيها كمان اتكلمنا عن المقامات لكل من لم يكن يعرف ما هي المقامات وأنثلة حي عليها الحي تغنى بها المنشد الدمشقي عبد الرحمن الموفق أبو شعر وهو عضو رابطة أبو أيوب الأنصاري أو رابطة الأخوة أبو شعر حي أسعدتونا الله يباري فيك وعايز أقول أن مجموعة السهرات أن كانت سهرات سمر كان يغلفها ويجملها ويحييها ويسعدنا من خلالها الإنشاد الديني بأكتر من ضيف الحي أسعدونا على مدار أكتر من سهرات حدائي ويا رب يكون هذه السهرات حازت إعجاب حضرككم ونكون استمتعنا أو استمتعته زي ما أنا شخصين استمتعت بهذه السهرات شكرا جزيلا الله يباري فيك والله أنا أشكرك على الاستضافة الطيبة هاي بشكر القناة اقرأ طيبة المبارك التي ما عثنا عنها إلا أنها دائما تسعى إلى الخير والخيرات إن شاء الله أسأل الله أن يديم هذه المسيرة الطيبة وأشكرك على هذه الاستضافة الطيبة ومحاورة الجميلة أشكرك جزيلا شكرا وإستنتعنا بصوتك العالم الله يباري فيك حياكم ودائما نسهر مع حضرككم سهرات ترضي ربنا ولا تغضبه أبدا ولكن تسعدنا وتمتعنا في آن واحد وتعلمنا أيضا وتتفقفنا كانت بي سهرة سمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا